السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر مرعب وذائل كبيرة في الزكاء الاستناعي. اللي هو العالم الزكي من سكانة. ده اول نظام زكاء استناعي في العالم يهدف لاتمتة البحث العلمي وكثفات المتصوح. يعني يعني هو هيولد لك الافكار ويكتب لك الكوة ويشغال لك التجارب ويلخص لك النتائج. ويكتب لك لوراك البحثية كاملة. ويقدر يعمل مراجعة للأبحاث. فده هيبقى حاجة كبيرة جدا في الزكاء الاستناعي. وهيسرع الاكتشافات. النظام ده بيستغل قدرة النماذج اللغويات الكبيرة للأم عشان يفترح ابحاث وينفذ ابحاث. فاحنا ممكن نقوله اعمل لنا ابحاث في تعلم الاله. هو بقى يبدأ يدرس لنا وطلع علينا اكوات. يقدر ينفس التجارب على ال جي بيو وحدة المعالج الرسومية ويجمع النتائج ويكتب بورقة علمية كاملة. تشرح وتصور وتحط النتائج في مكانها الصحيحة. وبعد ما اكتبها يرجحها ويتأكد منها ويقدم المحصات عشان يحسن العمل ويختار الافضل الافكار. فورا بحثية لازم ان احنا نطلع عليها. فشركة سكانة اي اي دي شركة رائدة اصلا في استخدام الاساليب. المستحام الطبيعة لتطوير نمازج الذكاء الصناعي. وهم كانوا يطوروا اساليب لتطوير برامج الماجستير في القانون تلقائي. يعني هو يبدأ يطور القوانين. فلما له في نجاح هم الابهر هم نفسهم والقدرات الابداعية اللي 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 لقوها. قال لك احنا ممكن نستخدم بقى ان نتم نعمل اثماتة العمليات البحثة كلها. فهو ده النظام متطور عن الامازج اللغوية بحيس انه يقدر يحلل البيانات ويركز منها تشاهد لنا حاجات احنا ما مكناش نعرفها. فهو نظام مش تشغل بالكمل بالزكاء الصناعي. عشان يركز على التشفات العلمية الالية ويقدر يعملها بحيث تقوية جدا في اي مجال احنا نختاره. الرائع ان كل الحاجات منشورة open source بحيث ان كل الناس تقدر انها تستفاد وتطور منها وتعمل نقلات رهيبة في الزكاء الصناعي. يعني فيه وراء بحثية اصلا عملها سماء adaptive dual skill donation. ده العالم الزكاء الصناع هو اللي عملها. موجودة بابتدر ان انت تشوفها. تخيل ان البحث كله معمول به الزكاء الصناعي. يدونه بس العنوان وهو راح عمل لهم البحث ده بالزكاء اللي صناعي. موجود كاملا 11 بارقة هوت بالصور بالتفاصيل بالمعادلات بكل حاجة. هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو وبدأ ان انتم اتطلق عليها. ترجمة نانسي قنقر